السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب احنا بعد ما اخذنا فكرة عن Angular 6 للناس اللي تحب تتعمق اكثر بالAngular طبعا احنا عملنا دورة Angular خاصة ممكن متابعة هذه الدورة اللي هي دورة من الصفر الى المشروع كامل اللي تحتاجوا من هذه الدورة في Angular كون انه هذه الدورة هي عبارة عن مشروع ولازم ننتقل لجزء الثاني من المشروع اللي هو Final Base لكن للناس اللي تحب تاخذ معلومات اكثر عن Angular فهذا Angular موجود هنا دورة من الصفر لمشروع كامل التحتاجة من Angular 4 رح يكون في بالك سواء لكيد رح تقول اوكي محمد عيسان تقلت انه Angular 4 يختلف مكاتبها عن 5 وعن ال6 بس لكن الSyntax ما يختلف بطريقة كتابة الكود والStyle نفس الشي فعندك من الواحد ولغاية لغاية 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 Service Observable HTTP Module لغاية تقريبا اوكي ممكن انه تدرسه على هذه الدورة اللي قدمت بوقتها ليه مشروع دورة وايضا نفس الوقت هي مشروع من الصفر ليه مشروع كامل بالAngular 4 هي نفس الـ IDN نفس الافكار اللي تطبق على Angular 5 والAngular 6 فليش اعيدها من جديد هي اصلا موجودة تمام لكن اليوم حديثنا عن الـ FireBase الـ FireBase هو الـ Cloud من مقدم من جوجل يحتوي على شيء اسمه الـ Authentication اللي عن طريقة نعمل الـ Register للـ User تسجيل الدخول تسجيل الخروج كذلك فيها الـ Database الـ Database هو نخزن فيها المعلومات طبعا الـ Database الـ FireBase يلنو SQL وايضا عدنا شيء اسمه الـ Storage اللي نحفظ فيها الملفات بأنواعها سواء كان PDF سواء كان صورة وإلى آخر من أمور عدنا الـ Hosting ممكن نرفع المشروع بعد ما نعملها بالـ Angular نرفعها على الـ FireBase في مجموعة اشياء أخرى لكن احنا اكثر اهتماماتنا راح تكون هي عن الـ Authentication والـ Database طيب احنا مشروعنا يضمن الـ Authentication والـ Database الـ FireBase يعطيك تقريبا الـ Free تقريبا 1 جيجا خلي نقول لو نجينا هنا نكتب Firebase Enter راح نلاحظ انه في الـ Documentation تقريبا في موقعهم الرسمي موجود لدينا شي اسمه Pricing عندي الـ Internet جدا بطيء لازم انتظر الـ Internet اعتقد انه هنا علم مشكلة احنا راح اعمل Pause لحد ما يحمل الموقع وعدنا لكم الجديد طبعا المشكلة كانت بالـ Internet لاحظوا هنا هو الـ FireBase فمن يجي على الـ FireBase في عند النسخة المجانية خلينا نقلق الإيميلات لان الإيميلات راح تزعجنا في عنده هنا الـ Pricing اللي هي يكتب لك الأسعار اللي موجودة فيها كـ Real Time طبعا هو أصلا الـ Spark Plan اللي هي محدودة تكون للمطورين فعندك حتى الـ F-C-M اللي هي الـ FireBase Cloud Messaging اللي فكرتها انه ديس نوتيفكيشن طبعا انت عندك نسخة أيضا مجانية النسخة المجانية عندك عدد الأشخاص اللي يستطيعون اتصال وياك 100 100 شخص يستطيعون اتصال بجهازك اذا تستخدم انت او يتصلون بالـ FireBase بالأحرى عدد الـ Data اللي تقدر تغزنها هي 1 جيجا وعدد الـ Download اللي تقدر تعملها هي 10 جيجا بالشهر لا يدعم Multi Database يعني يعطيك كل بروجيكت يعطيلك Database واحدة يعني كل بروجيكت انت تصنعها هي Database واحدة وإلى آخرين من مواصفات موجودة هنا ممكن ان انت تتحقق من عندها في عندك الـ Flame اللي هي الخطة الأخرى اللي نعملها في الشكل يكون أفضل عندك أبل 25 دولار بالشهر يعطيك 25 دولار بالشهر ويعطيك كل هذه الإمكانيات تمام؟ وفي عندك أيضا Blaze Plan اللي هي Pay As You Go أدفع على حسب استخدامك يعني ممكن انت تستخدمها ممكن ما تستخدمها إذا جاوزت الحد الفري يبدأ يستقطع من عندك تمام؟ فهذه 3 بلانات موجودة من Google وإذا حبيت أنه أنت تعمل بلان خاص إلك ممكن تزيد على سبيل المثال أنا أريد هذا الشكل أريد أعرف أسعارها كيف راح تكون من أعمل هذا الشكل في طلع عندي السعر الإجمالي فعمل Firebase سهل جدا مجرد أنه يكون أنت عندك أكاونت على الـ Google تمام؟ لو يجينا على Google في Google على سبيل المثال تعمل سعين إن أنا عندي أكثر من حساب خلينا نشوف إذا ضفنا حساب Firebase كان في عندي cloud.firebase وهذا أيضا كان عندي حساب من هذا النوع لو نكتب الباسورد أوكي خلينا نكتب نجرب الباسورد والله أخرى متعد سيت خراحة تمام؟ فهنانا بما أنه أنت عندك حساب لـ Google مجرد هنا تكتب في Google Firebase ياخذك للـ Firebase المفروض أنه يظهر حسابك إذا كان عندك أكثر من حسابين تضغط عليها راح تلاحظ أنه الحساب الثاني يظهر أيضا هنا فلما أضغط عليها click راح ياخذك للـ حسابك الثاني تمام؟ هذا هو حسابنا الثاني طيب أنا هضغط على Go to console تمام؟ لما أضغط على الـ Go to console هو هياخذني لي الـ console الخاص بـ click الـ console الخاص بعمل إنشاء الـ database فأول شيء نعمل هو الـ database الـ Firebase هو النوع SQL بمعنى لا يحتوي على الـ table لا يوجد شيء اسمه table row column هذه الأشياء غير موجودة وإنما يعتمد على شيء اسمه object يعتمد على شيء اسمه document في شيء اسمه collection تمام؟ راح ناخذ فكرة عنها أيضا طبعا أنا شرح الـ Firebase بأكثر من دورة فيك تاخذ فكرة عنها في دورة الـ Angular أيضا أنا شرحت الـ Firebase الـ Angular 4 هنا عندك الرقم 42 I think هنا 42 في دورة من الصفر إلى مشروع كامل Angular 4 في الدرس الـ 42 أنا شرح بها أيضا الـ Firebase Setup طيب هنا راح يظهر لي مجموعة مشاريع أنا عاملها سابقا فكل اللي يحتاجه أنه أقول له Add project هذا الـ project أي شيء كان اسمه على سبيل المثال طبعا أنا جاوزت لحد المسموح أي شيء كان اسمه تكتب هنا أي اسم ترغب إنه يكون هذا الـ project زايدا الـ region بقيها United States بعدها تقول create project بمجرد ما تعمل create project راح يظهر لك شيء بياخذك الـ project نفسي يعني لو نروح نشوف هذا الحساب عفوا see see all projects لاحظ هذا إسه حاليا على platform.codeforiraq.org نلاحظ أنه أنا عملت واحد جديد اللي هو Angular 6 فلما يجي أضغط عليها ألاحظ يظهر لي هذه الداشبورد في عندك للـ iOS في عندك للـ Android في عندك أيضا Firebase تمام خلنا نوقف هنا نكمل درس القادمة مع السلامة